اشتركوا في القناة في الفترة السابقة وما يخفي على اي احد الاعلام الناس كلها تعرف انه فعلا في زيادة عدد الحالات في مملكة البحرين وهذا يصاحبه طبعا مثل ما قلنا مضاعفات او لا سمح الله مثل حالات الوفيات اللي شفناها وشهدناها في الاسبوع وعشرة الايام الاخيرة الكل يسأل طبعا شنو هذي الاسباب بس يترجع الى احنا مبادئ الالتزام بكل الاجراءات في تهاون يعني احنا من الحالات اللي نشوفها والنتابعها في مراكز العلاج التجمعات العائلية مصاحبة بالتهاون في تطبيق المعايير الاساسية يصاحب هذا طبعا ممكن شفته بعد الارقام زيادة في عدد المتعافين لان احنا في مملكة البحرين والفاريق الطبي جميع البروتوكولات العلاجية واحنا ذكرناه في المؤتمرات السابقة انها تطور مع وجود معلومات مجددة عن هذا الفيروس وطريقة علاجه لاي متتبع للدراسات العلمية والبحث العلمية يعرف ان احنا معلوماتنا عن هذا المرض تتغير باليوم يعني مو نحنا ممكن نقول في سبوع او في الشهر لا يوميا نحنا نشوف معلومات جديدة واحنا الفريق الطبية يتدارسها ويشوف امكانية تطبيقها واذا كانت فعلا تصب في مصلحة وصحة المواطنين والمقيمين راح نطبقها من ضمن البروتوكول العلاجي موسيقى